سلام المسيح مشاهدي قناة الحياة مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم المرأة المسلمة كل سنة وانتوا طيبين احنا بقينا في شهر ديسمبر ودي اخر سنة 2021 ناس كتير مننا مجغولين بالتحضير لاحتفالات عيد الميلاد ميلاد السيد المسيح ونهاية العام وبداية عام جديد الكنيس والمؤمنين في العالم كله بيستعدوا بأصوام وصلوات واحتفالات بذكرى اهم حدث في البشرية ميلاد رب المجد يسوع المسيح كل سنة وانتوا طيبين مرة تانية ويعني الحقيقة انه هذا الحدث الهام اهم حدث في التاريخ ميلاد الرب يسوع هو محور اللي هنتكلم عنه النهاردة برغم ان العنوان لا يبدو كذلك يعني ولكن الحقيقة انه المحور هو انه الله افتقدنا بوجود يسوع المسيح عنوان حلقة النهاردة هو الفشل وادوات الشيطان خليني اتكلم شوية معاكو عن موضوع الفشل والاحباط والامور اللي احنا بنمر بيها في الحياة اليومية العادية لكن النهاردة مش بس هنتكلم على اخفاقتنا الشخصية ولكن هنتكلم على استخدام الشيطان لفكرة الفشل في حياة الانسان علشان يربطه في مصير للهلاك وازاي الله عايز يحررنا من هذا المصير الى حرية ابنه في يسوع المسيح الحياة خبرات واختبارات بنتقابل فيها مع النجاح ومع الفشل ده جزء من حياتنا اليومية لكن مش من السهل على الانسان انه يتقبل الفشل في حياته الفشل بكل انواعه سواء كان الفشل في الدراسة سقط في امتحان نجحت في امتحان يعني خدت درجة قليلة اي درجة من درجات الفشل في مثلا مسألة الدراسة او في العمل مثلا اخفقت في انك تجيد عملك فقدت عملك غيرت عملك العمل اقل ازاي ده يغير حياتك او حياتك او الفشل في الجواز مثلا العلاقات الانسانية المهمة جدا في حياتنا الزواج ازا كنت زوجة او زوج يعني اول ما تنكسر العلاقة ده فشل من نوع قاسي جدا ومؤلم جدا سواء كان لك يد فيه او ليك يد فيه او لا يعني من الصعب اننا نتقبل فكرة الفشل لكنها موجودة في حياتنا كل يوم ممكن العلاقات الانسانية القريبة اذا كان اباء ابناء اقارب اصدقاء لكن ايضا الفشل يمكن ان يكون في علاقتنا بالله يبقى فشل من نوع اخر فشل روحي احنا بنفشل وبنتقلم كجزء من حياتنا اليومية العادية بيخيب ظننا في انفسنا وفي اللي حوالينا ويخيب ظننا في نفسنا لما نخيب ظن اللي حوالينا فينا وهكذا واحيانا احنا لما يعني رجاء الاخرين او ظن الاخرين فينا زي مثلا القريبين الاباء الابناء وخاصة الابناء يعني الامهات والاباء اللي بيسمعوني النهاردة لما تحس انك خيبت امل ابنك فيك او كسرت نفس بنتك او يعني ما عملتش اللي كان الواجب اللي كان لازم تكون بتعمله ناحيتهم مثلا لم تعتني بيهم في فترة معينة الواحد بيشعر بخيبة امل وفشل وبيبقى ده قاسي جدا على الانسان لكن عايز اقول لكم حاجة انه من عظمة الكتاب المقدس انه بيروي لينا قصص النجاح والفشل زي ما هي علشان نشوف فيها الطبيعة الانسانية مقابل رحمات الله عايز اوقف عندي دي وعيدها تاني طبيعتنا الانسانية تخفق كل يوم امام الله وامام الناس حتى لو قعدت يوم لم تخفق في شيء فانت بكرة برضه هتخفق في شيء يعني دي حاجة موجودة في طبيعتنا يا اما بالفكر يا اما بالفعل وهكذا على درجة معينة يا درجة كبيرة يا درجة صغيرة لكن هناك رحمة الله اللي تعطيك المعونة في هذا الوقت اللي لا يمكن انك لما تلجأ ليها يخيب ظنك فيه لو انت فاهم ازاي تضع هذا الفشل امام الله حتى يعينك فيه بنشوف امثلة في الكتاب المقدس كثيرة جدا وانا هستخدم نهاردة امثلة كتير من الكتاب المقدس علشان نبقى شايفين انه اي مثل من دول يكون موجود في حياتك لازم تعرف ان الله ليه فيه مخرج من بداية الخليقة وكل شيء ربنا وفروا لينا زي مثلا في مثل ادم وحاوة لما ربنا خلقهم وفر ليهم كل شيء اعطاهم كل معطيات النجاح كل معطيات النجاح اعطاهم سلطان اعطاهم فهم اعطاهم تعليمات اللي موجود حواليهم حذرهم من الشر قالوا اعمل كده وما تعملش كده اعطاهم معونة عندما وضع الاتنين مع بعض حتى يعينوا بعض على المهام اللي ربنا حطوهم فيها اعطاهم مسواه على فكرة الاتنين كانوا متساويين امامه الاتنين كانوا محبوبين بنفس الطريقة الاتنين كانوا يقضي معهم وقت بنفس الطريقة كل معطيات النجاح ومع ذلك نتقابل في هذه القصة مع اختيار الانسان ادم وحاوة مش حاوة بس طريق الفشل والخسارة بعيد عن الله اذا كان بتصميم او بغير تصميم انه ده يحدث مثلا في اختيارات ادم وحاوف انهم يعصوا الله اذا كانوا فكروا ولا ما فكروش لكن هم اختاروا وهذا الاختيار ادى الى فشل اول صورة من صور الفشل الروحي في الكتاب المقدس ده في منظوري انا كان متوفر لهم كل حاجة تواصل مباشر وارشادات مباشرة من الله بيقدروا يتكلموا مع الله كل يوم ومع ذلك سمعوا لغير الله سمعوا للشر سمعوا لانفسهم سمعوا لارادتهم الشخصية لاطمعهم الشخصية بنشوف هنا بقى الفشل الانساني الطبيعة البشرية بكل التقابلات والتقطعات والمشاكل اللي فيها اللي ربنا عارف انه يعني اما وضع فينا الاختيار والتفكير والفهم ان احنا هيكون عندنا المشاكل دي ولكن هو نفسه كان موجود معانا عشان لو كنا فكرنا يعني لو انا بفكر بصورة افترادية انا نفسي انه النهاردة تفهموا المعنى ده بطريقة بسيطة لانه الله في علاقتنا معاه عايزنا نكون علاقتنا بي بسيطة ولكن عميقة فانا عايزة ابسط الفكرة اللي انا عايزة اقولها النهاردة عن مثلا وقوف ادم وحوة واختيارهم الخطية عن اختيارهم انهم يلجأوا لالله لو كانت حوة في لحظة التفكير انها هتاكل من من الشجرة دي او لا قالت يا رب اعمل ايه هي عارفة انه بيسمعها ويعارفة انه بيتكلم معاها ويعارفة انها لما ترفع رأسها ليه هو موجود حواليها معاها لكنها لم تختار ده هل اختار ادم يعمل كده لا برضو نفس الحكاية الاتنين في نفس الواضح والاتنين لم يستطيعوا اختيار الصح لانه طبيعتهم البشرية كانت عايزة تختار اللي ليهم ممكن يكون فضول او كسل او طمع او استغلال لمحبة الله ساعات يا اخوة احنا بنعتمد على محبة الله فنستغله يعني ايه يعني انك تبقى عارف ان الله هيغفرلك فتعمل الغلط لا مش هو ده الاسلوب وعلى فكرة كل اخواتي المسلمين اللي بيسمعونا النهاردة كتير كده بيجيلي يعني تعليقات يقولوا انتو بتقولوا انكم قابلتم المسيح وانه كل خطاياكم مغفورة في المسيح وانه فداكم اذا انتو بتعملوا الغلط لا ابدا بالعكس قبول المسيح وقبول فداءه وقبول النعمة المعطى لنا بالخلاص يعطينا مسئولية اكبر ان نختار ما يليق بدم المسيح فما نخطئش فما نعيش في الخطايا مش كل الوقت بنعمل كده نستطيع ان احنا نلجأ له بالتوبة لكن المسئولية الاولى اننا لا نستغل محبة الله وغفرانه المفتوح لنا فاننا نخطئ علشان خاطر امور شخصية ممكن يكون خطأ ادم وحوة كان برضو جزء من طبيعة الانسان المرتكز على ذاته المركز على ذاته الانانية اللي فينا اللي بتشوف نفسك الاول كل اللي انا قلته عن ادم وحوة ده يعني واختياراتهم اللي وجيتهم بالفشل بفشل ادى الى خراب للبشرية كلها كل ده موجود فينا كل الاختيارات دي احنا نواجه بيها باشكال مختلفة كل يوم زي المسأل البسيط اللي انا قلته ان انا اعلم ان النعمة معطالية بغفران المسيح لانه فداني بدمه على الصليب فاستغل ده واعمل الخطأ لا لازم انتبه الى انه هذه النعمة تعطيني مسئولية اكبر وإلا الانسان اللي بيستغل زي مشعد حوة وآدم ده بالزبط عندما قال الله ان اكلت من هذه الشجرة موتا تموت كان الله بيتكلم عن الموت الروحي اختيار الانسان لتحدي روح الله اللي فيه وكلام الله اللي فيه يؤدي الى موت روحي ان اخترت انك تفضل في الخطيئة ده يؤدي الى موت روحي لكن نشكر الله انه حتى من وقت ادم وحوة حتى بعد الخطيئة الله كان له خطة للنجاح المثل ده مثل كبير جدا عن الفشل لكن وده اهم يعني الامور اللي انا عايزة اركز عليها هل يمكن للانسان ان يشعر بالفشل الروحي في وقت من الاوقات ايوه ممكن ساعات كتير بنعمل كده ساعات كتير احنا بنبقى ماشيين مع الله في الطريق ولكن نشعر باخفاق وفشل روحي لاننا اخطأنا خطأ اعتبرناه جارح لله خيب ظننا في نفسنا وخيب ظننا او خيبنا ظن حد فاخطأنا في حق الله فنعتبر ان ده يعني حاجة كسرت علاقتنا بالله الروحية لكن عايزة اقول لك النهاردة انه حتى مع ده وحتى مع مثل حوى وآدم وهذا الخطأ الفادح اللي يعني آذى البشرية كلها نحن لنا ثقة ورجاء في معونة المسيح في حياتنا المثل ده نطبقه على حياتنا الشخصية خليني اسألكم كل واحد منكم النهاردة عندها تحديات وصعوبات في حياته انا عايزة اسألك وسألك فيه فيه صعوبات في حياتك علاقات مكسورة في حياتك خسائر شخصية في حياتك سواء كان عمل اصدقاء فقدان عزيز مرض هل تشعر بالاحباط بالفشل بسبب التحديات دي يمكن الحاجات اللي انت ما تقدرش تغيرها في حياتك مرض انسان عزيز انت ما تقدرش تغيره يمكن تقدر تصلي يمكن تقدر تطلب شفا لكن الواحد ساعات بيشعر بالاحباط الشديد لانه مش قادر يعمل حاجة احيانا في اللحظات اللي بنواجه فيها انفسنا دي ووقعنا بيكون عندنا الحقيقة الفرصة الزهبية للتغيير ومعرفة قلب الله الحقيقي فانا بقولك وبقولك النهاردة اذا كنت في هذا الموقع في حياتك الروحية مع الله او في اسئلتك امام الله انا فشلت انا اخفقت انا عملت خطيئة كبيرة انا مكسور انا كسرت قلبك يا رب انا قلبي مكسور بسبب الغير انا بقولك ان هذا الفشل والهذا المكان اللي انت فيه او اللي انت فيه اليوم الله عايز يديكي فرصة ذهبية للتغيير لتعرف قلب الله الحقيقي في الاسابيع اللي فاتت ربنا علمني كده بصورة شخصية الكثير جدا عن قدراتي وطاقتي الشخصية وعن نعمة الله الغنية اللي بتحتويني انا شخصيا كلما اخفقت او اخطأت الهدف والرب وضح لي بصورة عملية واضحة جدا انه هو الوحيد اللي بيضمن لنا النجاح حتى لو فشلنا من منظورنا الانساني الحقيقة انه مواجهتي يعني احنا احنا بنبص لنفسنا كمان ونضع على انفسنا ما ليس لنا طاقة به ونعتقد ان احنا ممكن نحتمل اكتر او ممكن نعمل اكتر او احنا ممكن نقدم اكتر في هذه الظروف وننسى اننا نسأل الله يا رب انا في المكان اللي انت عايزني فيه يا رب انا اخدت اكتر من اللي انت عايزني ااخده او بعمل اكتر من اللي انت عايزني اعمله مثلا مثلا لكن الحقيقة مواجهتي انا مع نفسي في هذا الموقف او او المي الشديد مثلا اه اه اللي كنت فيه الاسابيع الماضية لانه انا شايفة حوالي ناس مهمين في حياتي بتتقلم او وهكذا يعني اتقين كانت الظروف ده خلاني افتكر واشوف واسمع من الله قد ايه قدرته الغنية بتضغطيني وانا محتاجة وانه مش اللي انا بقدمه واللي بعمله هو اللي بيشفيني ولكن عمل الله ومحبة الله الغنية اللي انا اقدر اعتمد عليها حتى وانا مش قادر اعمل اي حاجة ده بقى افكرني بالفرق الشاسع بين اله يضمن لك النجاح وانت في عز الفشل الشخصي وبين اله الاسلام بصراحة اللي يعني يكون الفشل معاه حتمي في نهاية الطريق انا عايز اشرح لكم الحتة دي مش هرتكز كتير على موضوع الاسلاميات النهاردة لانو الحقيقة عندنا امثلة من الكتاب المقدس انا نفسي انكم تطلعوا بيها تشوفوا ازاي ربنا انقذ اشخاص ازايك وزاي من الفشل الروحي والفكري والعائلي والنفسي وكل حاجة لكن عايزة اعمل المقارنة البسيطة دي مع الفكر الاسلامي وفكرة الاعتماد على النفس والاعمال وما تقدم لهذا الاله حتى انك توصل في الاخر لانك تبقى احتمال تنجح واحتمال لا لكن واقعيا هذا ليس اله وهذا يعني غير قادر على انه يعطيك حياة فهو فشل حتمي في نهاية الطريق لانه يعني ليس الخالق الحقيقي الحقيقي ان انا في عدة مرات في السنين اللي فاتت قدمتلكم حلقات عن الخوف وقلت فيها ان الخوف هو اهم ادوات الشيطان اللي بيستخدمها في الاسلام لو فاكرت كده مثلا لو بتبص اي حد من الاخوة او الاخوات عشان احنا النهاردة كلنا بنحب نشتغل بقدينا ونصلح حاجات في البيت بقدينا او تكون شغلتك انك بتصلح حاجات لو في حد كده حد مهني بيكون عنده حزام كده في الحزام ده بتلاقي فيه ادوات مهمة اوي مثلا الكهربائي لازم يكون عنده الكماشة اللي متكهربوش مثلا الحاجات اللي متغطي بالجلد اللي ما تكهربوش فدي ادى مهمة اوي في الحزام بتاعه الشيطان بقى من ادوات والتي يستخدمها في الاسلام هو الخوف الخوف والنهاردة عايز اقول انه النقطة الخفية بقى التانية اللي بيستخدمها الاداة الخفية اللي بيستخدمها هي الفشل خليني اخد مكالمة ونكمل الكلمة تاني المكالمة واحد طيب خلاص اهلا بيكم مرة تانية التليفونات مفتوحة تفضلوا لو لو حابب تتصل تاني هحاول اخدها تاني المرة الجاية بسرعة صورة العامل دي والادوات الهمة في الحزام بتاعه انا عايز اقول لكم ان الاسلام اهم شيء فيه هو انه يخيف اله الاسلام يخيف البشر لاتباعه يرعب البشر بتعذيبه يرعب البشر بعقابه ولكن ايضا الاداء الخفية اللي بيستخدمها الشيطان هي الفشل المحدود وده الفشل الروحي لو قلت انه الخوف والفشل اداتين مهمين جدا في الاسلام هقول انهم ركنين من اركان الاسلام الحقيقيين لانه في النهاية اركان الاسلام كلها لو بصيت عليها هتلاقيها كلها عملك بتصلي بتصوم بتزكي بتشهد ان لا اله الا الله وبتحج كل ده انت كل ده انت تقدمه عملك لو ما صلتش هتتعاقب لو ما صمتش هتتعاقب يعني كل ده يعتمد على اللي انت بتقدمه اللي انت بتعمله كله كده بالعضلات لكن في الحقيقة انت لا تعتمد على هذا الاله لانه في الاخر هو مش معاك هو مش ليك هو انشاء يفعل انشاء يعطي وهكذا العمل ده مرهق جدا ده شيء مرهق جدا الاعمال والفروض المفروضة عليك هتصلي قد ايه لو لو نقصت صلاتك لو لو صليت متأخر شوية لو سرحت في الصلاة لو ودوقت مش مظبوط كل الكلام ده يعني الحقيقة مرهق وكله بشري ويعتمد عليك لكن في الاخر انا بفتكر كده انه فيه ايات عن الناس اللي حبطت اعمالهم امام هذا الاله سواء كان القرآن بيتكلم عن من حبطت اعمالهم من الكفار او من المخطئين في حق الله او من اليهود والنصارى ولكن الباقي عندي والباقي في الفكر والفقه الاسلامي هتلاقي انه كل عمل ليه مكياس ليه ميزان ليه ليه وزن وبيتقاس على انت نيتك كانت ايه عملته لنفسك واللي عملته لله خالص كده بنية خالصة مش كلنا بنعمل كل حاجة بنية خالصة يا جماعة يعني وخاصة عندما يعتمد خروجك من النار على هذه الاعمال فبتبقى عايز تعمل يعني مخافة او رعب من هذا الاله لكن انا كمسلمة سابقة فكنت الحياة دايما افتكر حتة اولئك حبطت عمالهم دي حاجة بقى كانت لزق في زيني وانا وانا حقيقة بقول كل حد من المسلمين انك تفكر في الموضوع ده هل انت عارف مثلا الايات اللي ذكر فيها انه من حبطت عمالهم في الدنيا والاخرة اذا كانت صورة البقرة ولا العمران ولا فيه كذا ذكر اولئك الذين حبطت عمالهم في الدنيا والاخرة حبطت عمالهم فاصبحوا خاسرين هل انت ما اعتبرتش نفسك ابدا من دول لانك ما انتش قادر تكفي كل الطلبات والمتطلبات اللي يطلبها هذا الاله حتى انك تصل الى مكانة يمكن فيها مش انك تنجو من النار لا انك ما تقعدش في النار كتير مسألة الكبائر والصغائر والجهد الكبير اللي يبزول المسلم في تقديرات طب دي كبيرة ولا صغيرة دي اعمل عليها ايه دي اتوب منها ولا ما توبش دي لو ما صلتش استتاب ولا اقتل ولا الحقيقة انه كل هذه التقديرات للحياة اليومية مع اله الاسلام بتحتاج معاها فقيه لكل مواطن يعني انت لازم كمسلم تبقى ماشي معاك فقيه في جيبك علشان كده بقى بقى فيك اكشك فتوى و اسئلة دائمة دلوقتي عندك الازهر يتحفن بركن الفتوى اللي معمول بقى على الفيسبوك وعلى اليوتيوب وعلى مفتوح كده الناس قاعدة تبعت اسئلة وعندهم شيخ قاعد يرد يعني مثلا يعني من ضمن الاسئلة اللي اذهلتني في الايام الماضية وانا بقى اسمح حاجة من دول انه طب اذا انت ينفع انك تمسح على لو انت لابس شراب ينفع انك تمسح على الشراب وانت بتتوضى ولا لأ فقاعد يقول له اه ممكن تمسح على الشراب فقال له طب لو كنت لابس شرابين فوق بعض الى هذا الحد فانا افتكرت ان الشيخ مثلا انا على فكرة لازم اجيب لكم الفيديو ده واريهولك عشان تشوفوه في حلقة من حلقات الفتاوي اللي لازم نعود نبحث فيها فالحقيقة انا افتكرت ان الشيخ هيقول له مثلا يعني ما شرابين زي شراب يعني يا اخ فقال له لا شرابين الامر يختلف لقال لا يكون احد الشرابين في خرم فانا مش عارف المشكلة في الشراب اللي فيه خرم اللي برة ولا اللي جوه وده هيفرق في ايه ما انت بتهم انت بتهم صح على الشراب يعني سواء الشراب فيه خرم ولا ما فيهوش خرم شيء مرهق ومؤسف ومؤذي لان المتعامل مع هؤلاء مع هؤلاء البشر ليس اله بل هو صورة مزيفة لله الحقيقي فتخليك كده ماشي في دوائر لازم تعتمد فيها على ما تقدم انت عايزة اقراركم سؤال لاتسأل كده لابن باز لابن باز بس يعني ايه واحدة بتسأل بتقوله مين اللي هيخلط في النار مثلا وبتسأل على موضوع الصغائر والكبائر بتقوله كده ما هي الاعمال او الكبائر التي تجعل الانسان خالدا في النار وهل صحيح انه كل شخص غير مسلم لا يدخل الجنة وهو خالد في النار طبعا يعني مش هوجع دماغكو بكل التفاصيل اللي قالها هنا لكن الحقيقة انه في حاجات لازم ننتبه لها اخوي واختي المسلمة النهار دا وانتو بتسمعوني انتبهوا انه التفاصيل دي يعني مثلا لو انت لو انت هتدخل هتاخد وظيفة وفي قوانين للوظيفة دي ولازم تمشي مثلا على القوانين دي علشان في الاخر تاخد مرتبك ماشي لكن انت تتعامل مع اله يعرف طبيعتك المسألة مش ثواب وعقاب بلا قلب اله الاسلام بلا قلب بلا قلب لانه ليس خلقك الخلق الحقيقي يطلب قلبك ويتعامل معك بقلبه ويبقى عايزك تفهم قلبه خليني أقرلكو وافهموا الكلام بطريقة مختلفة شوية بيقال ست بتقوله الاعمال والكبائر وايه اللي حتخلي الناس خالدين في النار لانه المفهوم انه الكل حيدخل للنار ويتعذب حسب ما يشاء الله وبعدين الله يطلعهم فبيقولها كده الاعمال التي تجب الخلود في النار ابدا هي اعمال الكفر من مات كافر بالله فهو مخلط في النار ابدا الابد كاليهود والنصارى والشعيون وهكذا كل من أتى بمكفر يعني يا جماعة ما فيش اي مجال لان الله يختار انسان باي صورة تاني الا هو ده الاسلام ومثل ذلك كمان بقى من ترك الصلاة او سب الدين او استهزأ بالدين او استهزأ بالجنة او بالنار او سب الرسول او انتقس الرسول او سب الله او انتقسه وطعن في دينه يا جماعة انا عايزة بس ايه يعني اخد دقيقة ابص على المعطيات اللي تخلي الانسان خالد ابدا في النار لو انت كافر بالله وبتقول انه مفيش اله اقدر استطيع انه افهم انه هيحصل انفصال بينك وبين الله انت بتقول ما فيش الله ففي انفصال بينك وبينه وتعيش حياتك بطريعتك لكن انك مثلا تقول انا لا يعجبني فكرة الدين وانه فكرة الدين دي حاجة تفاهة مثلا لكن انا مؤمن بوجود الله برضو تروح النار انت ممكن تقول ان قوانين الدين مقيدة مثلا فيبقى ده برضو خروج عن ما هو يعني ثابت من المعروف في الدين فبردو تكون مؤذي طب الرسول مثلا يعني خرب لنا الدنيا هنا على الارض دلوقتي في حياتنا اليومية اللي اي حد يقول بم الرسول يتقتل يتدبح يا انا بتشتم شتايم وبتعد التهديدات كل يوم لاني بقول انه محمد مش رسول ماشي طب لو انت مؤمن انه محمد رسول ولكنه بشر انت مش محتاج تقدسه لا منفعش مش محتاج تتعامل معاه بهذه القداسة كم القداسة المرعب اللي هو لا يستحقه اصلا يعني يعني انت من المعطيات لدهالك انت شايف انه لا يستحق لكن انت مؤمن بالله مؤمن بالقرآن مثلا برضو برضو سب الاسلام ولا يسب الدين ولا يسب محمد بل هو مسلم ولكن اطاع الهوى يعني عمل غلطة من المعاصي كشرب الخمر وعقوق الوالدين والكلام مادم انت بتسبش الدين غالبا مشوفتش مسلمين ما سبوش الدين رايحين انتو فين بقى كلكم بلا امل بلا رجاء من هذا المنظور اذا مات بقى يقولك يحصل له ايه ده اذا مات عليها وهو مسلم يعبد الله ووحده وليس بكافر في هذا تحت مشيئة الله جل وعلا ان شاء الله غفر له وعف عنه بتوحيده اسلامه وان شاء عزبه ممكن الى الابد دي الخلاصة بقى انه ان شاء هذا الاله غفر وان شاء عذب ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء سورة النساء لمن يشاء فقط لمن يشاء فاعمالك اللي انت عملتها واللي انت مهدود تعملها واللي انت مهدودة تعمليها كل يوم برضو هيجي تحتها لمن يشاء النهاردة انا عايزة يعني اقف عند الجزء ده النهاية في الفشل الروحي في الاسلام انه اله الاسلام وقوانين الاسلام والاعمال المعطاة في الاسلام لا تعطيك رجاء في حياة ابدا بل بالعكس حتى الجنة المصورة في الاسلام هي فشل واخفاق روحي مريع لانها جسدية و و و و مريعة تقدروا تروحوا تشوفوا الحلقات اللي عملناها على جنة الاسلام لا يمكن ان يكون هكذا مشيئة الله لان تنتهي حياة ابنائه بهذا الشكل ابدا لكن خلينا نتنقل بقى للرسالة الحقيقية من اله حقيقي نروح للكتاب المقدس اللي بيكلمنا عن تعامل الله الحقيقي مع بشر اخفقوا وفشلوا ولكن اعطاهم رجاء وكيف اعطاهم رجاء الرسالة اللي بحب اشجعكم بيها النهار ده ان الله لا يمكن ان يثبت معرفته ومحبته فينا لا بالخوف ولا بالفشل ربنا ما عندوش جرز يرن كلما يعني اجدت عمل او اخطأت او فشلت في عمل عارفين البزر ده كده لما في لعبة كده اللي هي لعبة الدكتور دي اما تيجي تشيل حاجة مثلا من زور المريض فيزق يزن الجرز كده فتبقى فشلت ربنا ما عندوش الزرار بتاعه كل ما تخطئ يجي الجرز يرن كده لكن عندو روحه اللي فينا اللي هو قال المؤمنين به اولاده روحه فينا بتبكتنا وتنبهنا يقولك يا ابني ده مش الطريق يا ابني انت اخفقت هنا خليني يقولك ازاي نعمتي تشيلك من هذا المكان كيف ارفعك الى مكان اكبر وافضل الله الله دايما يعطينا رسائل تجعلك يعني تقول في وقت الصعاب اللي بتمر بيها في وقت الفشل زي ما قال نحمية ان اله السماء يعطينا النجاح ونحن عبيده نقوم ونبني زي ما قال نحمية ده مربط الفرس بقى ان من يعطي النجاح هو الله كيف يعطيك الله النجاح احيانا نفشل في حماية انفسنا مثلا في نفشل في اتباع ما قاله الله مثلا لكن النجاح اللي اعطاك الله في هذه الامور انك تقدر تروح له تتوب وتروح له مش هو اللي هيعملك العمل لأ انت برضو هتقوم تبني وهتقوم تعمل الاية دي قالها نحمية لما اتواجه بانه اسوار قرشلي متهز اتهدت والبوابات اتحرقت وكان مكتئب جدا وهو في الاسر وكان بيعمل ساقي للملك فراح ووصلا وقال يا رب انت اللي هتعن بعد هذا الفشل في اننا يعني نكون هناك نحمي البلد ان احنا نعود ونبنيه فراح ووصلا والله اعطاله نعمة وسبب له انه هذا الملك يعطيه الادوات تخليه يروح يبني لأسوار مرة اخرى لكن الله هو الذي يعطي النجاح بانه يمهد الطريق امامك حتى لو اغفقت فالنهارده انا عايزاك وعايزاك تتمسك بده لو انتو حسين انكم واقعين في الطريق تعبنين في الطريق فشلين في حاجة في حياتكم زي ما انا كنت حسى الاسبوعين اللي فاتوا دول انا مش عارف اعمل ايه رب في المواقف اللي احنا فيها لكن الله قال انا اعطيك النجاح انا اقيم من اقيم فتعودي وتقومي وتبني الرسالة دي ليك انت كمان النهارده خليني اديكم بعض التفاصيل الهمة في نؤط كده ازاي الله وازاي انت تتعامل مع الفشل هقتبس لكم بعض النؤط من مقال هام اريته ساعدني جدا لخادم من خدام الرب الامريكان اسمه القس ديفيد موري ديفيد بيقول كده زي يعني هو مفهوم انه الفشل جزء من الحياة واننا يجب ان احنا نكون مستعدين كابناء الله للتعامل مع هذا الفشل وانه الكتاب المقدس مليء بقصص الفشل لابطال الايمان على فكرة مش بس الناس اللي فشلوا وكملوا في حياة الفشل ولكن لا كمان في ابطال ايمان فشلوا واقمهم الله لو خدنا قصة قيين وهبيل قصة قيين وهبيل فشل زريع في العلاقات الانسانية وفي التعامل مع الله وفي فشل روحي ايضا لانه قيين الله اعطاه فرصة انه يعني ما يقومش بالخطيئة دي يقال له عند الباب خطيئة رابدة اوعى انك ترتكب هذه الخطيئة ولكن مع ذلك فشلوا في انه يعني يسيطر على مشاعره ومشاعر الغضب والانانية خلاه اتلخوه وده كان فشل زريع في العلاقات الانسانية ده نوع من الفشل في الكتاب المقدس اللي كان ليه عقوبة شديدة لكن ايضا في انواع اخرى من الفشل في الكتاب المقدس لشخصيات الله بيتكلم عنها او بيتعامل معها بيقول عنهم انهم مثلا قريبين لي مثعين لي زي داود اما يقول الرب ان داود قلبه حسب قلبي مع انه فشل داود الزريع والمؤلم جدا بالنسباله وقصته مع بيتشابع مش بس زنة ولكنه زنة وقتل ايضا وبإصرار وبفهم ولكن هذا الفشل تقابل مع رحمة الله بكشف الخطيئة امامه وقال له امامك حاجتين لما الرب بعث له ناثان النبي يقول له انه انت اخطأت في حق الله كان قدام داود حاجتين يا اما يفضل عايش في الفشل اللي هو عايشه وكان برضه يعيش كمالك ولوسلطان وكل حاجة ولكنه كان حيخسر العلاقة اللي بينه وبين الله ومحبته لله لكن قلب داود اللي بيحب ربنا تاب امام الله وطلب المغفرة وقدم التوبة ودفع التمن فشله كان ليه تمن ودفع تمنه في حياته فقدان الولد اللي حمل البيبة شبع ورؤية الناس اللي حواليه لمصنع وقلمه الشخصي هل تعتقد انه الانسان لما يفشل في حاجة زي كده يعني لو حد فيكم في موقف زي ده هل تبتك امام الله ستزيل الالم بالكامل عن الناس اللي انت اخطأت في حقهم مثلا احيانا لا ولكن معرفة انه الغفران غفران حقيقي وهذا الاله لا محب يعطيك القدرة على انك تتعامل مع هذا الفشل في انواع تانية من الفشل زي ابراهيم وسارة ابراهيم في علاقته بسارة ووعد الله لي اخفق وفشل باختياره انه يسمع كلامها فيروح ويبقى عنده ابن تاني من هاجر ولم ينتظر ابن الموعد كما وعده الله ولكن مع ذلك عندما تاب وعندما سمع للرب الله انقذه وكمل وعده في حياته من اعجب القصص التانية اللي في الكتاب المقدس يعني عندما تقرأ تفاصيل القصة هي قصة شمشون الحقيقة يعني في الاول ما كنتش منتبهة انه عندما يذكر الكتاب ابطال الايمان شمشون ذكر من ضمن هؤلاء مع انه الحقيقة حياته كانت بدايتها قوية جدا وبعدين بقت مأساوية جدا هو مختار كان من الله ونذير لله ولكنه تبع شهواته فاخفق وفشل مرات عديدة ولكن في الآخر حتى مع كل يعني العواقب اللي مر بيها شمشون ولكنه اختار انه يعطي كل قوته لله مرة اخرى فيذكر اليوم شمشون على انه من ابطال الايمان عارفين الحاجات دي بتخلينا نقف عايزة انبهك ان الناس دي اشخاص زي وزي مش تبتهم ولا عملهم فقط هو اللي اعطاهم المكان دي عند الله ولكن عندما تتقابل شخصياتهم دي مع اله محب خطته من الاساس انه يعطيهم فداء بالنعمة المعطالين في المسيح تكتمل القصة تكتمل الصورة تلاميذ المسيح اللي مشيوا مع المسيح منهم يخرج يهوزة فشل زريعة اللي سلم المسيح فشل يعني بلا عودة بلا رجاء اوع يكون احساسك بالفشل واخفاقك في العمل يقودك الا انك تكون بلا رجاء تومة اما تومة شك في المسيح هل شكوا في المسيح ما كانش يعتبر لحظة فشل برضو في حياته انه طب انا شفتك طب انا عشت معاك احنا بنعتبره كده مش كده لكن على فكرة من الممكن انه اسرار تومة ده ما يكونش يعني من وجهة نظر وفشل اسراره انه انا مش هقامن الا لما شوف وحط ايدي مع انك كنت ماشي معاه قريدي جيت في لحظة وقعت وبقيت عايز تشوف تاني معلش الله ايضا برحمته ورقفته يعني انا عايزك تبص الموقف تومة ده بمنظور يمكن انا بشوف وانا بكلمك دلوقتي لما المسيح بعد القيامة يدخل كده على تلاميذ وهو واقف في وسطهم ويبقى فاتح ده كده ويقولهم انا انا في وسطهم وهم منبهرين جدا وفرحنين جدا ومنطلحبطين جدا ويجي تومة يقول انا مش هقامل اللي لما حط ايدي في مكان المصمار يعني مش ممكن المسيح الله الظاهر في الجسد بعد كل العمل العظيم اللي عمله من اجل البشرية كلها ومن اجل هؤلاء بالتحديد لان الله ينظر لك بالتحديد انت كشخص وانت كشخصة بالتحديد كان هل ممكن الله يقوله طب بقى بما انك بتشك ده انا لسه قايم يا ابن لسه سايبك من ثلاث ايام ودلوقتي قايم اهو يعني طب بما انك بتشك بقى لا ابدا قاله هو المسيح قاله هو تعالى فتصبح العلاقة بقى تلامس تومة بقى مع المسيح ده يصبح علاقة محبة وتوبة حقيقية بترس تلاميذ المسيح مثلا رائع لاحتمال الله لنا بترس وفشلوا في انه يعني بعد ما قاله انت المسيح ابن الله الحي مش كده ينكروا انكروا تلات مرات مش مرة واحدة وبطرس بقى يشعر بالقلم الفضيع لفشله كتلميذ المسيح انه يعني يقف امامه و و ويبقى عاش معه كل ده وبعدين يفشل هذا الفشل ان ينكر المسيح لانه خاف شايفين الخوف وفشل بطرس يتقابل ده بقى مع حنية الله والله يقابله والله يجد فيه الحقيقة يا بطرس انت بتحبني ف ايوا يا رب بتحبني يا بطرس ايوا يا رب بتحبني يا بطرس ايوا يا رب انت عارف يا رب ان انا بحبك فقال له على هذه الصخرة ابني كنيستي على هذا الحب ابني كنيستي على ما صنعت فيك ابني كنيستي اوع اذا كنت عابرة او عابرة تكونوا فقدتوا في وقت من الاوقات رجلك رجلك زلت وقعت في حتة اوع ما تتوبش وترجع زي ما عمل بطرس لانه الله ممكن يقولك على هذه الصخرة ابني علاقتي بيك وخلاص الكثيرين ارجع لمحبتك الاولى شفنا ممكن نقعد بقى نقول امثلة كتيرة في الكتاب المقدس انواع كتيرة من الفشل الاجتماعي والعائلي والروحي الفشل في حياة المؤمن المتعلق بربنا دايما بيتبعه النجاح واعلانات الله شفتوا بطرس نجح بولس نجح داود نجح مرحلة جديدة افضل بطرس سمى شك ونزل في المية ماشي على المية شك وقع ليه ليه بطرس بتشك ليه فشلت هات ايدك يطلع يمشي على المية تاني ينكر المسيح يقول له بتحبني او ابني على هذا ابني الكنيسة الفشل مؤلم ده واقع لازم نكون عارفين الفشل مؤلم لكن شفاء اعلانات الله ومعونت لا يمكن ان يقارن بشيء في حياتك فعايز اقول لكم حاجة احنا كعابرين لما بنيجي نحكي اختباراتنا ساعات بننسى نقول او ما بنحبش نقول فين اخفقنا زي ما قلت كذا مرة اني انكرت محبتي لله رفضت الله بعد ما جتله رفضته بالكامل وشكيت فيه بالكامل لكن ما سبنيش ورجعتله وتبت فوانتك عابر وعابرة ما تبصش لاخفاقك على انه زلة ما سكها عليك الشيطان ولا انه هيعيبك لا بالعكس بالعكس انت من خلال اخفاقك او فشلك او خطأك او انكرك للمسيح او كل ده ربنا ربنا عايز يعمل فيك ويوري بيك انه محبته بتغطي وانه يقدر يقيمك فاقوة تخلي فشلك ما يبقاش الخطوة اللي تربط بقى في نجاح الله في حياتك نحكي بس قصص النجاح وانقلش قصص الفشل قصة الفشل توصلك لقصة النجاح من خلال الله مش من خلالك انت مش بفكرك انت مش بقدراتك او امانتك انت الشخصية العادية هي امانة الله اللي فيك علشان كده النهاردة الموضوع ده يعني مهم الايام اللي فاتت انا شعرت ان انا اخفقت في يعني اني اكون ثبتة وخوية مع الله في مواقف صعبة لكن ربنا اعني ان انا ارى نعمته في هذه المواقف الصعبة وفي اوقات ضعفي وانه يعني انه قوة الله ما يقول رب يقول انه يعني قوتي في الضعف تكمل يظهر قوته ونعمته فينا واحنا في اضعف الامور خلاني اشوف محبة الله تخسل بقى كل الم في وكل فشل يضع الشيطان في حياتي داود النبي واساف وايوب تكلموا عن الفشل في في ايات الكتاب المقدس الكثيرة في المزامير وسفر ايوب لان من خلال هذا الفشل الله اعطاهم نجاح لانهم تمسكوا لانه تعلق به ونجي الكتاب الكتاب المقدس وتعلم وتعلمنا وتعلمنا ان الكنيسة هي زي المؤمنين اللي فيها تعود لمحبتها الاولى لله انا وانت وانت نفس الحكاية الفشل اللي احنا بنعيشه في حياتنا يمحو المسيح الذي جاء ليكون لنا حياة النهاردة بقولكم ان وقت الميلاد اللي احنا فيه النهاردة او ذكره الميلاد دي بتذكرنا ان لنا شفية عند الله هو يسوع المسيح البار لازم نبقى فاكرين انه انت كمؤمن ومؤمنة بيسوع المسيح الذي جاء لتكون لك حياة ويكون لك افضل انت بي ليك النصر بيقول الكتاب انه في يحنى الاولى كده بيقول انه اه ايز اراركم الاية بيقول يا اولادي اكتب اليكم هذا لكي لا تخطئه وان اخطأ احد فلنا شفيع عند الاب يسوع المسيح البار ان اخطأت ان فشلت ان سقطت لا تشماتي بي عدواتي فاني ان سقطت اقوم لان لي شفيع عند الله هو يسوع المسيح البار اللي بررني بالنعمة مش اللي لسه هيفكر هيوزن انا قدمتله ايه ولا ما قدمتله ايه انا عايز اقول لك النهاردة واقول لك النهاردة انك لو مقدمتش اي حاجة غير ايمانك بيسوع المسيح فانت ما فيش اذا في المسيح نقطة نقطة يعدل يعدل الحرب مش كده سفر الامثال اما الفرس فهو معدل الحرب بس النصرة فمن الرب من الاول للاخر النصرة من الرب لي وليك في يسوع المسيح اللي بيقول عنه الكتاب انه قصبة مردودة لا يقصف وفاتينة مدخنة لا يطفئ ولكنه هو الوحيد الذي يخرج الحق الى النصرة في الوقت اللي فات في آية وانا مهزوزة او متألمة بترجعني كده لاني اكون سبتة في الله بيقول كده الكتاب ولكن لنا ثقة مثل هذه بالمسيح لدى الله ليس لاننا كفاتا من انفسنا نفتكر شيئا كأنه من انفسنا بل كفايتنا من الله احنا خدام الله في العهد الجديد احنا خدام الله لان الله هو الذي اعطانا ده لينا ثقة وثبات لان الله هو من اعطانا ده مش لاني اقدر ومش لاني شطرة ومش لانك قديس ولكن ان المسيح صنع هذا لك ولي الفشل الروحي هو الفرق الكبير اللي بين المسيحية والاسلام اللي لازم تفهمه انه الفشل الروحي في الاسلام في نهاية المطاف لا محل منه لكن في المسيحية مع المسيح ابدا استحالة ان كنت من ابناء الله وقبلت المسيح مخلص شخصي لك فلك النصر في المسيح لا يستطيع الشيطان انه ياخدك من ايد من ايد المسيح اللي قال كده ان هؤلاء لا يستطيع انه العدو ياخدهم من ايدي انت في قبضة الله الله بيقول كده نقشتكم على كف من يمسكم يمس حدقة عين اوعى تفشل وتنكسر وانت ابن الله ولكن تعلم وتوب وقم وتوقعاتك من الله انك تاخد عطية من ايده كعبد ولا عايز تاخد من قلبه كابن قلب الله ليك بيقول انه بيحبك كابن الكل ليك في يسوع المسيح الكل ليك في يسوع المسيح الغفران الكامل والحياة الابدية والمحبة المفتوحة والرحمات المتجددة لازم يبقى عندنا فهم حقيقي لقلبه ومنظور الله لنا وللحياة معه علشان يغير مفهومنا عن الفشل او النجاح بصلي انه الله يكون لمس قلوبكم النهاردة بهذه الرسالة الخاصة بالنو الى اللقاء